الله معكم إخوتي أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا فصل 19 من أي واحد إلى أي عشرة بخبرنا لوقا دخل يسوع أريحة وابتدأ يجتازها وإذا رجل اسمه زكا كان رئيسا للعشارين وغنيا وكان يسعى ليرى من هو يسوع فلم يقدر بسبب الجمع لأنه كان قصير القامة فتقدم مسرعا وتسلق جميزة لكي يراه لأن يسوع كان مزمعا أن يمر بها ولما وصل يسوع إلى المكان رفع نظره إليه وقال له يا زكا أسرع وانزل فعلي أن أقيم اليوم في بيتك فأسرع ونزل واستقبله في بيته مصرورا ورأى الجميع ذلك فأخذوا يتزمرون قائلين دخل ليبيت عند رجل خاطئ أما زكا فوقف وقال للرب يا رب هأنا أعطي نصف مقتنيات للفقراء وإن كنت قد ظلمت أحدا بشيء فأني أرد له أربعة أضعاف فقال له يسوع اليوم صار الخلاص لهذا البيت لأن هذا الرجل هو أيضا ابن لابراهيم فإن ابن الإنسان جاء ليبحث عن الضائع ويخلصه حقا كلام الرب أختي بأسبوع زيارة مريم إلى أليصابات عم نشوف سلسلة لقاءات بين يسوع وأشخاص كل واحد بحالي مبارح لتقينا بمرتا ومريم يسوع عم بيزورهم وفرح فيهم وأكيد قبل خدمتهم ولكن بنفس الوقت أخدهم إلى مطرح تاني إلى النصيب الأفضل اليوم بدوا يلتقى يسوع بيزكا هالقصة الحلوية اللي منعرفها بإنجيل لوقة وياللي بتشبهنا كتير بالعمق إذا منتأمل بآياتها زكه كل واحد مننا عنده إشياء حلوة وقوة وقدرات وطاقات وعنده إشياء ضعيفة عم بيفتش يسوع بده يدخل أريحة أريحة جريكو أريحة منطقة تاني أوطى منطقة واطي عن مستوى سطح البحر حوالي 300 متر تحت مستوى سطح البحر يعني مننزل عن البحر مننزل إلى أريحة أريحة معناتها المطلة على القمر بدون دو الأمر بتفزع بالليل وادي وبنرجع منطلع ونروح إلى أورشاليم وإلى كل الضيعة اللي حواليها إذن منطقة بالعمق ويسوع رح ينزل إلى عمق الإنسان إلى عمق جحيمنا إلى عمق وصخنا حتى يسحبنا هل نقبل أن يجتاز يسوع أريحة أريحة طبعنا نخبره كل شيء يمرق بكل المطارح وزكا يلي مثل ما قلت بيشبهنا نحن مثله رئيس عشرين عنده فرقة عنده مصاري غني ولكن الهيئة كان في شيء تاني أصير كمان شكله يمكن مش عاجبه ومنه محبوب من اليهود لأنه عم بيتعاطى مع الدولة المحتلة تيلملهم ضرائب عنده هالوجهين بس كان عنده قلق والهيئة عم بيفتش أجمل شيء الإنسان أنه يفتش يواجه ما يقتمع ويسكر ويتبيبت وييأس أو يفكر حاله ووصل بده يعمل هالخطوة أنه يعربش على الشجرة الله بينتظر منه مبادرة صغيرة هو عامل مبادرة ودايما بيعمل مبادرات الله على درب حياتنا جاي على طريق زكا ولكن زكا عامل مبادرة صغيرة حتى يشوف يسوع دايما نقول له لأله بنا نشوفك بنا نعرفك بنا نسمعك ومنلاقي مقبيلة مبادرة كبيرة من يسوع لهالإنسان الخاطئ قدام الفرسي انزل بسرعة يا زكا كل مرة بنعمل خطوة صغيرة الله بيقلنا أنا بحبك كتير أكتر بكتير مما أنت ما تخاف ما تخلي شعور الزنب يقتلك أنا بيقبلك مثل ما أنت أنت وخاتي وبحب أجي لعندك على قلبك عزم حاله يسوع وفرح زكا هيدا الفرح من اللي إيه عند لوقة فعلا هالحركة هالانطلاق ركد وسرع واستقبل ومسرور قدين إحنا بالرغم من خطيانا حلو نستقبل يسوع بفرح بس نتناول ما نضل هيك ملبكين كأنه خطيطنا عم بتغطي على جمال الله يلي بحبنا متل ما نحنا متل أهل بحبوا أولادهم وأكتر بكتير لازم نستقبل دايماً الله بسرور من دون تعيدات بفرح واستقبالنا ليسوع هو اللي بيخلينا نولد من جديد ونتحرر من كل شي مكبلنا الفريسية اللي ما بيشوفوا إلا من برا متل ما نحنا أوقات منحكم ع بعضنا منحكم على الشريعة منحكم على السلوكيات منحكم على المنظر منحكم على الصيط على المركز يسوع ما بيحكم ما هيك يسوع بيشوف بالقلب ويسوع بيحب الشخص متل ما هو وبيفصل كلياً يحب الخاطئ ولو كان يرفض الخطيئة الخاطئ كل إنسان خاطئ بيحبه متل ما هو من هيك لما هني بربروا وقالوا دخل اليابيتة عند رجل خاطئ منلاقي يسوع بده يقول شي كتير قوي ولكن زكا بيطل وبيعبر عنها الفرح من دون ما يلومه يسوع ومن دون ما يقل له أي كلمة هو عبر أنا فرحان أنا بدي أعطي نص عرف اكتشف خطيطه وما بدي صعوبة حتى واحد يعرف أخطائه ولكن لما التقى بالكنز الكبير بيصديق بمخلص بحبيب رخصة كل الإشياء بعيونه لزكا من هيك بدي وزع نص بصرياتي على الفؤر وإذا ظلمت حدا أنا مستعد ردله أربع أضعف هيدا الإيمان يلي إله سمار هيدا اللقاء بي يسوع يلي بيحول الحياة مش بس أنا بروح باعترف وما بعطي سمار وبرجع باعترف وما بعطي سمار يسوع إذا فعلا لمس لقلبي أنا بدي أعترف علنا نغير سلوكياتي وكون فرحان يسوع بيقول له اليوم حصل الخلاص لهذا البيت وبرده حتى يقول لهم لليهود هذا أيضا ابن الإبراهيم أنتوا ببيته برا لأنه يمكن خاين عم بيتعامل مع الدولة الرومانية المحتلة يمكن خاطئ ولكن هذا ابن الإبراهيم وإنتوا منكن أحلى منه وابن الإنسان إجا يبحث عن كل واحد بيشبه زكا نحن اليوم يا رب ضعاف خاطئين عنا قدرات يمكن كنا مننتفخ فيها وعنا نقاط ضعف بس مش هيدا المهم المهم يا رب إنه نسمع صوتك المهم نلتقى فيك المهم نعزمك على بيتنا على قلبنا وتعزمنا أنت على قلبك ويصير في هالصداء نحن وإياك مثل ما نحن أعطينا يا رب النعمة الإيمان أعطينا نعمة اللقاء فيك أعطينا نعمة ننظر للناس بعيونك ما ندين حدا لا تدينه لألا تدانه نعم يا رب أنت جيت حتى تخلصنا نحن الهالكين الخطأة إلى كل مجد وسجود وتسبيح مع بيك السماوي وروحك الساكن فينا أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر